مرحبا أصدقائي تحديث جديد من اليوتيوب صار من خلاله يسمحنا نشوف نتائج الفيديوهات اللي بلغنا عليها لحتى نعرف هل تمت إزالته ولا لسه موجود ولحتى نشمت بأصحاب الفيديوهات السيئة أو المحتوى المضلل وهيك بتعرفوا كيف هل تم إزالته ولا لأ طريقة أصدقائي كالتالي من الصفحة الرئيسية مننزل لتحت طبعا مو من هذا مننزل من هذا مننزله للأخير لوقت نلاقي عنا شي اسمه سجل الإبلاغ عن المحتوى هذا شي جديد نضغط عليه وفورا وطرقائيا بطرع لنا كل الفيديوهات اللي بلغنا عليها سابقا وهل هالفيديوهات نحسفت ولا ما نحسفت كما مو شايفين أنا كنت مبلغ عن كتير فيديوهات ما اتوقعت انه أحسن أشوف السجل فيها كتير من الفيديوهات لسه على حالها وفي فيديوهات تمت إزالتها بالفعل أما الفيديوهات اللي لاتتوفر عليها بيانات فهو صاحبها حزفها بإيده بدون ما اليوتيوب يعزف ليها أكتر شي أنا بلغت عن وقته برمضان السنة الماضية كل شخص بسابي حاله قاعد عم ببس عن حلقات رامز جلال هو إذ بتفاجأ انه المحتوى ما له علاقة برامز جلال نهائيا لهيك بلغت عنهم خاصة لسبب الصور المصغرة المضللة الشي بيقلك رامز جلال مع كريستيا ورونالدو الشي بيقلك مدري شو فكل شي هيك محتوى بلغت عنه وتمت إزالتها بنجاح ولهون بيكون فيديو خلاص إن شاء الله يكون عجبكم وما تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس ومتمنى منكم تزوروا قناتي الثانية كمان وتشتركوا فيها مع السلام